بتقول ما حكم خلع الجوينتي للمنتقبة أثناء الدرس المختلط أولا الجوينتي كلمة عجمية واسموه بالعربية القفازين أو شراب اليدين أي نعم طبعا لو أنت قلت لبعض النسوة القفاز لا تفهم ولو قلت لها الجوينتي تفهم سبحان الله تفهم العجمية ولا تفهم العربية أي هذا من جملة ما ابتلينا به في بلادنا أي نعم لو أنت قلت لواحد أنا ركبت الصيارة أقول أمي لا تكلمني بالنحوي الله أقول أنا ما أكلمك بالعجمية يا أخي أنت مسلم وأنا مسلم وأنت عربي وأنا عربي والقرآن أنزل بالعربية والسنة بالعربية فلماذا لا أتشرف بالكلام باللغة العربية قلت أقول يا أم نتكلم ونحن نتكلم يا بالله جل عمي فلا تستحي أن تتشرف بالحديث بالعربية مع زوجتك وأولادك وبرؤسيك ورؤسائك وبين الناس فإن هذا شرف لك وإحياء أمر قد مات بين كثير من الناس وإذا عودت لسانك عليه ارتقيت وفي الطريق مضيت ولهذا وفقت بإذن الله وكثرة تلاوتك لكتاب الله تجعل في لسانك استقامة حتى لو غاب عنك أن هذا فاعل ومفعول ومبتدأ خبر وحاله مستثنى ومطلق وتمييز مش حرف إيه وجزمه ونصبه كذا لكن لسانك استقام بفضل الله أولا ثم بركت كثرة تلاوتك لكتاب الله وربما إذا أخطأت وأنت تتكلم عرفت أنك أخطأت فإذا قلت لك اعرب لي هذه ربما يغيب عنك الإعراب ولكن أنت موفق مسدد بتوفيق الله لك في المطق السليم مع غياب الإعراب عنك ها؟ أينها؟ طيب ثم ماذا؟ تقول ما حكم خلع الجوينة للمنتقب أثناء درس المقتل لا يجوز طب ليه لا يجوز؟ لو رجل نظر إلى المرأة إلى كفة يعرف هي سوداء ولا بيضاء ولا قمحية وهذا فيه باب فتنة والخاطب إذا أراد أن يرى خطيبته نظر إلى كفيها ووجهها طب ليه؟ الوجه موطني لجمال طب الكفين من خلالهما يحكم على جسدها أي نعم فإذا هذا لا يكون إلا للخاطب أو المحارب أما الأجانب فلا يكون